اشتركوا في القناة ومدة المقررة لعضاء المجلس والمحددة بالقرار رقم ثلاثة لسنة 2015 بتشكيل المجلس كما نص القرار الثاني رقم واحد وعشرين بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من السيد خالد عبدالله الشوملي السيد جاسم حمد صغير المعودة المهندس كاظم السيد هاشم الهاشمي السيد خليل محمد بحجي السيد محمد عبدالله المطوع السيد صادق عيد الرحمة السيد جاسم حسن عبدالعال السيد يوسف حسين عبدالملك وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد وجاء في القرار الثالث رقم اثنين وعشرين بنقل وتعين مدرع في ديوان الخدمة المدنية وهم السيد محمد حسن العوضي مدير إدارة الاتصال ليكون مديرا لإدارة الأداء المؤسسي السيد عصام عطية الحايكي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ليكون مديرا لإدارة الاتصال السيد دعيج خليفة البن علي مدير إدارة تخطيطي وموازنة القوى العاملة ليكون مديرا لإدارة تقييم الوظائف كما يعين في ديوان الخدمة المدنية كل من السيد عدنان محمد عبد الرحمن مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية السيد أمينة أحمد القعود مديرا لإدارة التنظيم والهندسة الإدارية